طبعا إحنا دلوقتي عندنا من التطور العلمي دلوقتي أن الفحوصات بقت متاحة بأنواع كتيرة جدا ودقيقة جدا وفيه حاجات ما بتاخدش وقت كتير جدا لكن الموقع ده سندوق مقفول علشان أعرف إيه لجواه لازم أبص واشوف إيه لجواه في بعض الفحوصات اللي هي نسميها فحوصات سريرية الأول نعمل قاع عين للعيان لو قاع العين بقى فيه مشكلة ممكن يقولي أنه ضغط الموقع بتاع العيان ده فيه مشكلة وده حاجة أثناء الحملات التي بتعامل حتى التمنع على العيون ممكن نتطلع بعض المرضى عندهم مشاكل في المه لكن أهم فحص عندنا هو التصوير التصوير ده له كذا نوع بالأشعة المقطعية والرانين المغناطيسي ودول بقى فيهم أنواع كتيرة جدا 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 داخل الفحوصات دي بتقولينا الورم ومكانه حجمه شكله وبعض الفحوصات بتقولينا حتى التحليل النسيجي بتاع الورم ده وتفرق الورم ما بين حاجات تانية شبه الأورام عن طريق الأشعة من غير ما نعمل أي تدخلات ولا حاجة وانتشرت بقى في جميع الملاكز الطبية في جميع أنحاء العالم وعندنا في مصر طبعا فبالتالي التشخيص بقى سهل جدا أن أنا أقدر أستبعد أو ألغي الفكرة وجود ورم أو أن أنا أكده وبالتالي أعمل فحوصات أدق بعد كده طيب أنا دلوقتي عرفت أن في مشكلة التدخل بقى دكتور أو مرحلة العلاج هل بيكون فيها مشكلة نبتكلم فقاعة مغلقة اللي هو المخ فكرة التدخل وخاصات التدخل الجراحي ماذا سهولته أو صعبته إيه؟ أغلب أورام المخ هيبقى العلاج بتاعها جراحيا ولكن الأورام دي لازم برضو نفرق ممكن تبقى الأورام مش من المخ أساسا الواحد عنده ورم خارج الجسم وبعد ثانويات للمخ دي بنحاول نعالج الإنسان من المخ في الصورة العامة بتاعته للورم الأساسي الحاجة التانية لما يقول الورم داخل المخ ذات نفسه إحنا بنحدد بقى حجمه ومكانه وسأعينا بنقرر الخطة العلاجية في دلوقتي عندنا تدخلات يعني بدون جراحة ممكن أن أنا أحرق الورم دوت عن طريق نوع من أنواع العلاج اللي هي الجاما نايف أو السايبر نايف زي ما احنا بنسميها وده الإنسان بيعملش عملية ولا حاجة ده علاج إشعاع أي ده يا دكتور ولا أي آه نوع من أنواع الإشعاع المكسف جلسة واحدة المريض بياخد العلاج بتاعه وانتبعه بعد كده لكن في بعض الأورام بتبقى كبيرة ده بيضيع المشكلة خالص؟ بيضيع عليها بنسبة كبيرة جدا وبيخلي المريض كنه معملش عملية والنتائج بتاعته بتبقى كويسة ما فيش يعني علاج أحسن من علاجة كل حاجة حسب الحالة لها مميزاتها وعيوبها لكن في بعض الأورام نازم نعمل لها الجراحة اللي هو الغالبية وحسب نوع الورا مشكل وحجمه بنحدد نوع الجراحة اللي هتتعامل دي إذا كانت جراحة محدودة ولا جراحة عادية جراحات قاعد كونجومة اللي هي بيسمى ذلك لبعض أورام قاعد كونجومة ومعانا بقى يعني من الأجهزة والحاجات الحديثة اللي هي بتخلي المواضيع آمنة نوعا ما وبتحدي نتيجة أحسن يعني هل هناك بعض الأماكن في المخ يا دكتور صعب التعامل معا؟ إحنا طبعا وإحنا كنا نتعلم يعني أن كان في حاجة اسمها forbidden zone يعني أماكن ما ينفعش نروح لها ولا يزال في بعض الأماكن لكن مع تطور العلم والتقنيات والأجهزة اللي موجودة عندنا بقى تقريبا كل ما كان في المخ ممكن نوصله جراحيا وزي بقولت بعض الأوقات اللي إحنا ما ندرش نوصل جراحيا عندنا أجهزة مساعدة ممكن تساعدنا أن إحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر